الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها وصوم رمضان ويجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم ويثبت رمضان برؤية الهلال بالعين المجردة أو بالآلات الحديثة وبإتمام شعبان ثلاثين يوما في حالة عدم رؤية الهلال ولا عبرة بالحساب الفلكي ويجب تبيت النية من الليل وتكفينية واحدة من أول الشهر ما لم يحصل عذر يقطع تتابع الصيام فحينها يجب تجديد النية وفرض الصوم الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ومن أكل أو شرب ضانا بقاء الليل وعدم طلوع الفجر وكذلك من أكل أو شرب ضانا غروب الشمس ثم تبين له خطأه فصيامه صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه